خصوص الفصل في صحة الترشيحات للانتخابات الرئاسية المسبقة واعتماد القائمة النهائية للمترشحين يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عملا بأحكام الدستور ولسيما المواد ستة وخمسين وسبعة وتمانين وواحد وتسعين المطة عشر وإحدى عشر والمادة مياه وواحد وتسعين منه وعملا بأحكام المادة ميتين واثنين وخمسين الفقرة الرابعة من الأمر رقم واحد وعشرين واحد المؤرخ في ستة وعشرين رجب عام ألف وربعمائة واثنين وربعين الموافق لعشر مارس سنة ألفين وواحد وعشرين المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وعملا بأحكام المادتين تمانية وخمسين وتسعة وخمسين من النظام المؤرخ في تسعة سفر عام الف وربعمائة وربعة وربعين الموافق لخمسة سبتمبر سنة ألفين واثنين وعشرين المحدد لقوائد عمل المحكمة الدستورية اجتمعت المحكمة الدستورية في جلسات مغلقة أيام سبعة وعشرين وتمانية وعشرين وتسعة وعشرين وتلاتين من شهر يوليو لسنة ألفين وربعة وعشرين وهذا لدراسة الطعون المسجلة لدى مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية والتي بلغ عددها خمسة طعون كما اجتمعت المحكمة بتاريخ واحد وثلاتين يوليو ألفين وربعة وعشرين أي اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمترشيحين لانتخاب رئيس الجمهورية ابتداء تنوه المحكمة الدستورية تكريساً لمبدأ الشفافية بالمنهجية المتبعة من جانبها في دراسة جميع الطعون المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها يوم سبعة سبتمبر ألفين وربعة وعشرين وقد حادست المحكمة الدستورية على إلاء الأهمية وكل الأهمية لجميع الطعون على مسافة واحدة وبمعايير واحدة ودراسة كل طعن بمجتمل عليه من ملف إداري وتقني لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وكان مسار المحكمة الأول هو النظر في وجه أو أوجه الطعن المثارة في كل أريضة طعن على حدى وبعد العد اليدوي للاستمارات المرفقة بملف الطعنين ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية بشرت المحكمة الدستورية عملية الدراسة والتدقيق بشأن الاستمارات وما تضمنته من بيانات واردة في نص المادة عشر من القرار رقم واحد المؤرخ في اثنين ذي الحجة عام 1445 الموافق لثماني جوان عالفين وربع وعشرين الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن تحديد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفرضية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والتصديق عليها المعدل والمتمم أي الأمر ومن المفيد الإشارة والتوقف عند مسألة في غاية من الأهمية أن المحكمة الدستورية عاينت وجود استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين وعلى ظوء ذلك وبعد المداولة قررت المحكمة الدستورية ما يلي أولا قبول أربعة طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس وعدم قبول طعن واحد شكلا لوروده خارج الأجل القانوني ثانيا قبول واعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم طبقا لنص المادة 59 من النظام المحدد لقوائد عمل المحكمة الدستورية وذلك على النحو التالي أولا أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوة الاشتراكية ثانيا تبون عبد المجيد مترشح حر ثالثا حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم ثالثا ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رابعا تبلغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الطاعنين فورا طبقا لنص المادة 58 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية وفي الآخر تؤلم المحكمة الدستورية وسائل الإعلام بكل مكوناتها ومن خلالها الرأي العام عن نص إعلانها هذا أن جميع قراراتها ستنشر في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متضمنة كل التفاصيل المتعلقة بها وأخيرا أقول تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والجلسة مرفوعة وشكرا وبركاته